والسلام عليكم. عليكم و سلام. نعم. ارتاح فيديو يا مسكة. هل أنت بخير؟ نعم بخير والحمد لله. نعم فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. والآن سنستأنف درسنا. نحن إلى أين وصلنا في المفردات؟ نذكرت في أي صفحة؟ صفحة أربعمائة وأربعون. أربعمائة وأربعون. طيب. في أي كلمة؟ كلمة أعمال. في كلمة أعمال. أربعمائة وأربعون 400 وكام 400 واربعون واربعون هنا صح الأخير اغتسر ليس ليس هذا صحيح صحيح اغتسر الأخير كلمة اغتسر كلمة الأخيرة اغتسر نعم اغتسر اغتسر عرفت الفرق بين اغتسر وعزة حم نعم ما الفرق استحميتم من يبيسا نعم اغتسلتم من يبسا من يبسا نعم طيب طيب الآن اغتسر 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 لتعرف من رخيص آه أعرف رخيص وغال أغلب التي لبي محال نعم 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 أغلب هذا اسم تفضيل اسم تفضيل فنقول أغلب ما اشتراه من السوق اشتراه غاليا أغلب الفواكه أغلب الفواكه في السوق وجد غاليا وفوانيان ترمحل في باشارد فإذا كان إذا كان فعل يعني نعتبر أغلب الفعل أغلب تجير أسعر سلعته jadi bukan اسم تفضيل tapi فعل ماضي أغلب تجير أسعر سلعته ممعنى ممعنى هذا الكلام ما هو Singh ممعنى لغلب ممعنى أغلب أو ترجمة یع Lal سلعته ممعنى ممعنى أغلب اغلب ممعنى هم السوق هم هم ونقول غالي الغالية تجمعنا غلات أو غاليات أو غوالي الغوالي سعر غالي سعر مرتفع سعر مرتفع ويفديه بالغالي والرخيص يفديه بالغالي والرخيص ممانا الْقَرَمِ يفديه بالغالي والرخيص يفديه هو هو يفديه بالغالي والرخيص dia mengorbankan dengan apa yang dia punya baik mahal atau murah يفدي يفديه بالغالي والرخيص وإذا وجدنا في سوداسي استغل البضاعة استغل البضاعة وجدها غالية كذلك مرتفعة الثمن استغل و في أيضا كلامه فيه غلو يعني من الجذر من جذر واحد يعني غلا 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 غلو غلا بحلا هل 인似 غلا غل مه غلو 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 مبالغا غلو الذهاب الذهاب كما تستطيع لكنه كان يضبط وأنه شغيره 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 ستكون فِيْكَلَمُّ فِيْهُلُقُ شغيره شغيره أقول فقال قل.» كما أن هناك الكتابة غير ماقل يمكن أن تكون قد لا يكون أكثر لذلك نسمع غلوب كما تكون غلوب كما تكون غلوب في جين لا يجوز تحقيقاً في المراجعة لا يجب أن يكون تحقيقاً يجب أن يكون تحقيقاً يجب أن تحقيقاً تحقيقاً صنع نباية طيب طميَّزَا فِكْرُهُ بِالْغُلُو طميَّزَا فِكْرُهُ بِالْغُلُو apa artinya بِالْغُلُو disini perde yang كبيران طميَّزَا فِكْرُهُ بِالْغُلُو pemikirannya تماميز 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 teristimewa terindek terindeksi atau ter terapa bilhulu artinya بالتعصب هذا التعصب لا لا أعرف هذا هو التعصب اسمه التعصب تعصب طيب عجيب أمره إنه يرى الهلو قصدح عجيب أمره إنه يرى الهلو قصدح معنا عجيب أمره عجيب أمره jadi kita أمره itu kembali ke شخص seseorang aneh aneh masalah dia aneh perkara dia إنه يرى dia melihat الهلو yang tadi yang berlebih-lebih قصدح 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 biasa-biasa aja pertengahan saya tidak mengandat ada saya tidak menambah saya tidak berlebih-lebihan itu biasa itu ada yang mengatakan ada orang yang melihat seperti itu enggak ada itu orang yang hafal satu juz dalam 10 menit juz baru misalnya hala ajib ajib umru aneh yara lulu قصد jadi قصد itu pertengahan atau elektrisot غيال هذا رجل غيال يعني فعال من للمبالغ غيال مبالغ وغيال بمعنى أسد هنا ada غيال tapi artinya أسد tapi yang pasti kita tadi ambil kitab yang hulu tadi المبالغ ada-ada طيب إدان أغلا غميال يغمى pingsan ماذا مسألة أغمى علي وعندما استقوى استقوى وعندما استقوى استقوى وجدت نفسي في الغرفة في الغرفة وأنت كنت في في الأين كنت في المدرسة في المستشفى إذن مغمى عليه مغمى عليه بإنسان يعني سقط سقط فاقدا إذا قلنا سقط مغمى عليه مثلا شخص سقط مغمى عليه معنه سقط فاقدا مرادف يعني jadi paling جدا kita ada synonym سantو يأتي سقط فاقدا فاقدا نعم سقط فاقدا فاقدا مغمى عليه فاقدا كهلا فاقدا و فاقدا للحركة والحس أو نقول مغشيا عليه إذن سقط مغمى عليه سقط مغشيا عليه فاقدا فاقدا للحركة والحس لا bisa bergerak kemudian tidak bisa merasakan apa-apa مغشيا عليه مغشيا عليه pingsan jadi kalau kita mengungkapkan مغمى عليه bisa dengan فاقدا مغشيا عليه فاقدا فاقدا فَقَدَ الْحِسَّ وَالْوَعْيَا بِالْأَشْيَى dengan rasa dan kesadaran apa terhadap sesuatu ma'am fahim fahim itu saya pingsan hari ini لا لا ada siyaq akharn لا jadi alayka namanya kalau muhum alaya mungkin fakat humi al-yawn غُمِيَ الْيَوْمُ ما مانا gak ada alainya kalau ada alainya pingsan tapi kalau غُمِيَ saja beda seperti tadi غُمِيَ عَلَيْهِ itu pingsan kalau غُمِيَ الْيَوْم jadi pindah ke konteks lain نَنْتَقِلِ الْيَاقِنْ آخَر فَأَسْبَحَ الْمَعْنَا مُكْتَدِفًا فَلَاسْ لَتَعْرِفِ غُمِيَ الْيَوْمِ يعني دَامَ غَيْمُهُ دَامَ غَيْمُهُ hari ini bermendung terus oh mendung ya na'an دَامَ غَيْمُهُ غَيْمُ غَيْمُ itu mendung tapi bisa diungkapkan dengan غُمِيَ غُمِيَ الْيَوْمُ hari ini mendungnya terus-menerus غَيْم dan غَيْم 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 mendung نقول غَيْمٌ أو غَيْمَةٌ تُجْمَعَ على غُيُوم على غُيُوم itu mendung ya ma'amuradif غَيْم muradif muradif غَيْم tadi kan kita bilang غَيْمَ mendung ada sinonimnya ada sinonimnya nah ma'amur ghaim sinonim mendung ghaim sahab ma'amuradif ma'amuradif sahab sahab nahm sahab nahm sahab غَيْم وَسَحَابَتْ وَسَحَابَتْ صَحَابَتْ لكن ليس صَحَابَتْ وَغْيُوم غَيْم غَيْمَتْ تُجْمَعَ على غُيُوم فَنَقُلْ مثلا إِنْتَشَارَتِ الغُيُوم فَجْعَةً فِي السَّمَعَ فَمَعْنَا إِنْتَشَارَتِ الغُيُوم فَجْعَةً فِي السَّمَعَ mendung tersebar di langit tiba-tiba tiba-tiba فَجْعَةً itu tiba-tiba إِنْتَشَارَتِ الغُيُوم فَجْعَةً فِي السَّمَعَ tiba-tiba mendung merata di langit إِنْتَشَارَتِ الغُيُوم فَجْعَةً فِي السَّمَعَ طَيْبِ إِذَنْ خَلَصَ إِنْتَهَيْنَ الغُيُوم سَحَبُ 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 سُحُبُ سَحَبُ سَحَبُ حَلْ يُرْجَ مَطَرٌ بِلَا سَحَبُ coba ada pertanyaan jadi tadi سَحَبُ سُحُب سَحَبُ سُحُب وَهُنَا كَ سَحَبُ أَخَرَ ada kontek yang lain هَلْ يُرْجَ مَطَرٌ بِلَا سَحَبُ مَمَنَا هَلْ يُرْجَ مَطَرٌ بِلَا سَحَبُ أَبَقَ هُجَنْ تُرُون هَلْ يُرْجَ هَلْ يُرْجَ سَحَبُ هَلْ يُرْجَ 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 بلاسحاب حالتر جماترون بلاسحاب apakah anda menginginkan hujan tanpa adanya mendung jadi اكتب يرجا arju terju itu semuanya saya berharap مأكا كلم نعم اكتب رجا يرجو يرجو terju arju حال يرجا مطرون بلاسحاب apakah diharapkan hujan tanpa ada menduk ini bisa diungkapkan apa sesuatu misalnya حال يرجا حال يرجا يعني حال يعني يتوقع عن الرجل لا يتعلم لَقِنَّهُ أَسْبَحَ عَلِيمًا seperti itu jadi ada seseorang tidak belajar tapi tahu-tahu pintar sekali apakah ada seperti itu tidak 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 jadi bisa dibikin ini sebagai mahal sebagai mahal sebagai ungkapan baik sekarang kita mencapai ke aghaniya ya kita tahu aghaniya ya jama'a atau mufraat jama'a 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 وتجمع على أغنياء جمع أغنياء أغنياء وجمع معنا سالم غنيات فنقول في سياق في كلمة في جملة هو الله الغني ما معنى الغني هنا ما معنى الغنياء فنقول شاء الله معنى الغنياء أغنياء إسمة من أسماع الله الحسنى إسمة من أسماع الله الحسنى âغنياء اغنياء أغنياء فى شيء jadi tidak membutuhkan yang lain tidak membutuhkan seorang pun karena سياسو دا غني يعني الذي لا يحتاج إلى أحد سواه فى شيء لا يحتاج إلى أحد سواه فى شيء ما هو الغني بسمون اسم من أسماء الله الحسنى اي اسم من أسماء الله الحسنى الذي قلت قبل قليل عند فقط يعني تكرر فقط عند تكرر فقط اسم اسماء الله الحسنى الذي لا الذي لا يحتاج إلى أحد سواه فى شيء ما سجل سجل بسرعة سجل بسرعة طيب طيب على الكار المرة ثانية الغني هو الله الغني ما اسم 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 من أسماء الله الحسنى الذي لا يحتاج لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى أحد سواه فى شيء لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى أحد لكن إذا أنت قادر أن تحفت أو تتذكر لا يحتاج إلى أحد ما زلانة عبد الغني ما زلانة عبد الغني هَمْبَا كَيَةً أَمْبَا كَيَةً أموال الكثير الوافرة طيب طيب في سياق آخر هو غني عن البيان هو غني عن البيان هو غني عن البيان هو غني عن البيان فنقل لا حاجة لتعرف به فهوة مشهور jadi dia adalah seorang yang masyur dia seorang yang terkenal tidak butuh penjelasan tidak butuh penjelasan هو غني عن البيان ما مرادف خاني ما مرادف خاني sinonي غني عن البيان غني عن البيان غني عن البيان ساري ساريون ساريا ساريون رجلون ساريون يعني كما قلتا كثير المال رجلون ساري وتجمع على ماذا هذه الكلمة تجمع على مثل مثل اغنياء اذا ما جموها يا اشكا اثرياء نعم اثرياء اثرياء يعني غني اغنياء ساري اثرياء نعم طيب خلص انتهينا من هذا انتهينا من هذا انتهينا من هذا انتهينا من نعم افاقى يفيق ما تقلت قبل قبل قليل ما معنى افاقى 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 بعد الاغماء علي بعد الاغماء علي هذا نسمي افاقى يفيق بعد الاغماء لأنه اذا افاقى الرجل بعد الاغماء معنى يعني عادة الروح يعني الله يعطيه العيش مرة اخرى افاقى يفيق كما معنى كما معنى لا بعد الاغماء مثلا انته انته ينموهما عليك وبعد فترة افاقى بعد الفترة افاقى افاقى يفيق bangun bangun dari pingsan sadar sadar oh sadar di goyang او 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 الماء او او اي شيء يعني يثير بلسام بلسام اذا افاقى من نومه يعني استيقظ افاقى افاقى من نومه استيقظ و افاقى من سباته العميق ماذا سبات سباته 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 العميق سباته artinya dia bangun dari tidur yang sangat dalam tidur nyenyak سبات سبات juga naum juga oh سبات 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 في الفرق عن ما يتساءلون سبات وجعل naum akum mada سبات سبات اذا نعم naum un amyq في في الليل في الليل طيب واخيرا afakat الصدمة من غفلته واخيرا afakat الصدمة من غفلته يعني عَدَ اِلَا حَلِهِ سُحَا اِنْ تَبَحَا akhirnya dia kembali lagi perhatian lagi kemudian sadar واخيرا akhirnya afakat الصدمة dia dibangunkan oleh صدمة صدمة لَا حَلِهِ لَا حَلَيْهِ لَا حَلَيْهِ لَا حَلَيْهِ لَا حَلَيْهِ akhirnya ada 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 hal yang mengakitkan dia akhirnya sadar itu namanya إِنْتَبَحَ طَيْبَ أَفَقَ عَنْهُ النُّعَاسِ مَمَنَا أَفَقَ عَنْهُ النُّعَاسِ أَفَقَ عَنْهُ النُّعَاسِ أَفَقَ عَنْهُ النُّعَاسِ يعني تَرَوْكَهُ أَفَقَ عَنْهُ النُّعَاسِ يعني تَرَوْكَهُ sudah tidak lagi tidak lagi لديه تلقي انتظر كما انتظ He تلقي انتظر ومن المكتور لنهاته يمكن ان دون هذا وب allegations وكم الكوب وكم وكم كَوْمُوا فََرْد كَوْمَا كَآهْ لَنَيْهِ الكلمة المتردفة كثيرة هذه ماذا فرد أفراد شخص أسخاص ثم نفر أنفار ثم نفر أنفار طيب عندنا دقيقتان إن شاء الله سابدى ظهرا سنستمي معرضا وإلى هنا نختطين بدعاء كفارة المجلس سبحانك الله سبحانك الله وحمدك أفر الله إلا أنت أستغفرك وأتوم لك والأفر منكم والله الموافق إلى أقوى من طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شكرا ونزاق الله خيرا ونزاقه وعليكم 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 نعم إلى اللقاء بعد الظهور نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر